الحجد الشعبي يدخل مطارة اللعفر والقوات العراقية تتقدم شرق الموصل وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تعلن انسحاب قواتها إلى شرق الفرات وفد صنعاء يوقع في مسقط مبادئ الحل الشامل وعبد السلام يؤكد للميادين الاتفاق على وقف اطلاق الناج الامن التونسي يعتقل خلية تكفرية بحوزتها صواريخ ضد الطائرات وفي خطتها عمليات اغتيال وتفجيرات الميدانية من الميادين اهلا بكم وفي ميادينها لليوم من الميدان العراقي علي مرتضى من قرب مطارة اللعفر إلى الميدان السوري من حلب رضا الباشا ومن الميدان اليمني احمد زبيبة من صنعاء ختاما مع الميدان التونسي عماد اشتارة من العاصمة التونسية وبالتأكيد لمتابعة كل هذه التطورات ينضم الينا هنا في الاستيديو العميد المتقاعد شارل ابي نادر اهلا بيكا جنر اذا تخوض قوات الحشد الشعبي اشتباكات عنيفة مع مسلح داعش داخل مطار تلعفر غرب الموصل عناصر الحشد وصلوا إلى مشارف المطار اليوم في اطار المرحلة الثالثة من عملياته غربية الموصل الحشد تمكن من التقدم عشرات الكيلومترات محردا عددا من القرى وصولا إلى سور المطار حيث رصدت القوات العراقية في داخله اتصالات لداعش وتوجيهات قيادية لمسلحيه باللغة التركية وكانت الميادين قد واكبت تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه أسوار مطار تلعفر حيث حاول داعش عرقلة هذا التقدم برصاص القنص والصواريخ الحرارية والمفخخات وقد رصدت كاميرا الميادين استهداف قوات الحشد الشعبي سيارة مفخخة لداعش على الهواء مباشرة مع الزميل علي مفتطى تم التعامل مع هواء يتم قصفها الآن يتم قاء الله قد تم تفجير هذه السيارة المفخخة مباشرة الآن كما ترون عبر الشاشة عبر الشاشة عبر عبر الشاشة مباشرة تم التعامل مع هذه السيارة المفخخة التي تم تفجيرها مباشرة على الهواء على أسوار المطار الجنوبية الغربية تم تفجيرها عبر صواريخ الكورنات قام الاختصاصيون بالحجد الشعبي باستهداف عبر صواريخ الكورنات وسنظهر أيضا كم كانت قريبة من القوات الأمنية العراقية هي مسافة قريبة جدا وبالفعل تم استهداف هذه السيارة إلى شرق الموصل حيث أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية تمكنت من تحرير معظم مناطق حي عدن والتحرير داخل المدينة كذلك أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية المشتركة حررت قرية تلعكوب شمال الزاب جنوب غرب الموصل تشهد مناطق محافظة نينوى عملية نزوح المواطنين على وقع اجتداد المعارك في وقت بدأت فيه القرى الأمنية أو القوى الأمنية السماحة للمدنيين بالعودة إلى المناطق المحررة من مسلح داعش حازم كلاس إلى أطراف إقليم كردستان العراق يصل النازحون بسياراتهم الخاصة أو بمساعدة القوات العراقية عائلات بأكملها هربت من تحت أعلام داعش ورفعت راية للبحث عن السلام رحلة نزوح مضنية من شرق الموصل إلى هنا سيتذكرونها طويلا كما سيتذكرون قهرا عاشوه لأكثر من عامين ونصف العام أبت داعش خلالهما إلا أن تترك آثاره على وجوههم تفتيش دقيق تقوم به القوات الأمنية هنا خشية تسلل عناصر من داعش بين المدنيين فالأرقام حتى الآن تتحدث عن اعتقال أكثر من ستين داعشيا على المحور الشرقي لمعركة الموصل نتخذ إجراءات أمنية مشددة حرصا على المدنيين ونحافظ على احترام النازحين واحترام القانون وصول النازحين إلى هنا لا يعني انتهاء المأساة فواقع المخيمات صعب مع ازدياد الأعداد وقلة الخدمات ولسيما أن نصف النازحين هم من الأطفال مع ازدياد عدد المناطق المحررة شرق الموصل لم يعد المشهد يقتصر فقط على النزوح وإنما العودة أيضا فهؤلاء يرغبون بالعودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن وأعدادهم تزداد يوما بعد آخر هنا يبدو المشهد مختلفا فرغبة هؤلاء بالعودة إلى منازلهم تجعلهم يحثون الخطى للحصول على موافقات أمنية لا يتمكن الجميع من الحصول على موافقات فينتظرون الأمر مرتبط بالمنطقة المراد التوجه إليها فبعضها لم تستكمل عمليات تطهيرها وهذا ما يشرف عليه الملازم أول علي هنا وريثما يفتتح ويؤمن الطريق باتجاه الموصل ستبقى القوات العراقية تؤكد حرصها على سلامة المدنيين في معركة باتت محط أنظار العالم حازم كلاس شرق الموصل الميادين ولمناقشة كل هذه التطورات البارزة اليوم سيادة العميد شارل اليوم تطور سريع ومفاجئ بالنسبة للجبهة الجنوبية والوصول تقريبا إلى مطار تلعفر برأيك ما هذه الأهمية اليوم التي تكتسبها هذه المعارك وهذا العنصر المفاجئ وما دلالاته هذا التقدم السريع بالمبدأ ليس مفاجئ هذا التطور هو بالأساس كان هدف الحش الشعبي السرعة نحن نتحدث عن السرعة بـ 27 كيلو متن الهدف الأساسي كان عندما انطلق مجموعات الحش الشعبي من منطقة القيارة في هذه المنطقة كان الهدف هو مطار تلعفر بالأساس كمدينة ومطار تلعفر والذي هو جنوب شرق المدينة التقدم السريع الآن هو وبعد السيطرة على عدة قرى بشكل متسارع الأرض مكشوفة المناطق مكشوفة لم يعد هناك من مناطق سكنية تفرد أو تساعد داعش على المدافعة من هنا رأينا هذا التقدم السريع في هذه الأرض المكشوفة بالإضافة لأن الحش الشعبي يعطي جهد واسع جهده الرئيسي هو بهذه النقطة الرئيسية بعد سيطرتها على النقطة المهمة الأساسية في منطقة عداية هنا والتي كانت هي عمليا مفترق طرق أساسي من يصل إلى عمق نيناوى باتجاه ويصل أيضا إلى تل عفر ويصل إلى الموصل هذا المفترق الرئيسي أو نقطة الإنجاز الرئيسي تمثل بالسيطرة على منطقة عداية من هنا أصبحت العملية واضحة باتجاه تل عفر الأهمية واضحة أنها بعد السيطرة على المطار وهم الآن على أسوار المطار من الناحية الجنوبية وأيضا المطار كما قلنا هو مكشوف ولابد أن الداعش سوف ينسحب أو سوف ينهزم في المطار لا يمكن له أن يدافع من المطار نحن الآن أصبحنا نتكلم عن حوالي بضعة كيلومترات للوصول إلى المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد باتجاه السنجار نستطيع أن نقول أن البقعة التي نرسمها الآن بعد أن تصبح بيد الحشب الشعبي فصلنا الموصل بالكامل عن المناطق هي مساحة كبيرة بالنسبة للحشب الشعبي هي ليست كبيرة لأنه الآن في أقل من 24 ساعة تقدم حوالي 30 كيلومتر في أقل من 24 ساعة ولكن تبقى مدينة تلعفر هي العقدة الأساسية هل هناك قرار في المدافع عن تلعفر أو استعمال تلعفر واستعمال المدنيين في تلعفر هناك صعوبتين في موضوع تلعفر الصعوبة الأولى هي ما زال هناك عدد كبير من المدنيين وداعش في معركته يستعمل دائما المدنيين دروع بشرية النقطة الثانية أن الأتراك ما هي منورتهم باتجاه مدينة تلعفر وقد كمان يعني توقع برد فعل تركي رد فعل أو إعاقة بمكان ما أو كذا لأنها كانت دائما وتكلموا أن تلعفر نظرا لوجود أقلية أو مجموعة تركية صحيح أنها تركمان ولكن يقولون أنها أتراك وأنهم مسؤولون عن دفاع عنهم وهذه دائما كانت حجة لعدم تمكن الجيش العراقي أو الحجد الشعبي من السيطرة بسرعة على نقاط داعش كما حدث في مناطق بعشيكا في المناطق الشرقية للموصل في الفترة السابقة ولكن ألا يتخوف الأتراك ويصبحون محرجون أمام بالتالي هم لم يكنوا تصادم مباشر لم يكنوا محرجون في منطقة بعشيكا لم يكنوا محرجون لديهم مخطط سوف ينفزونه ولكن الإصرار للجيش العراق والحجد الشعبي هذا هو الأساس الإصرار هنا في تلعفر نحن نتكلم عن مساحة أو مسافة 90 كم أصر الحج الشعبي برغم كل المعوقات وهو الآن على أبواب تلعفر وهو الآن على أبواب أن ينهي الهدف الرئيسي الأساسي في قطع مناطق الموصل على المناطق السورية أو المناطق الداخلية الغربية من نواة هنا مناطق الحدود هل يمكن الحديث عن قطع كل الطرق الإمدادات بالنسبة لعناصر داعش عن الحدود السورية عدم قدرتهم على التوجه إلى الرقة إلى الداخل السوري أم هناك منافذ لازالوا داعش قادرين على الدخول؟ بعد السيطرة على تلعفر ووصل نقاط التمركز للحش الشعبي بالمناطق التي تسيطر عليها الأكراد باتجاه سنجار نستطيع أن نقول أن الموصل كمدينة مع غرب الموصل أصبح مفصول بالكامل عن مناطق الداخلية لنينوة في هذا الاتجاه وعن المناطق التي تذهب باتجاه الرقة أو تذهب باتجاه دير الزور لهذا سمي بنقطة الانطلاق لتحرير محاوقة نينوة كان هناك الإجماع بأن السيطرة على مطار تلعفر هو نقطة انطلاق مهمة بالنسبة لقوات الحش الشعب هو كما يبدو على الخريطة في الناحية الجغرافية هو في الأخير يعني في المرحلة الأخيرة من التقدم هم الآن لهم أكثر من أسبوع ويتقدمون وينشنوا أكثر من معركة حاسمة وكان داعش يدافع في بدء المعركة في بدء هذا المحور على نقاط رئيسية واستعمل مفخخات وأعاق التقدم ولكن الآن المعركة أصبحت في نهايتها من الناحية الجغرافية كمساحة ولكن كما كنا تبقى كمدينة صغرت تلعفر بعد السيطرة عليها يصبح أن هناك قطع لمنطقة الموصلة عن مناطق الرقب الكامل جنرال بتقييمكم لهذه المعركة تحديدا تلعفر عن أسلوب داعش هل خسر كل ما لديه من أساليب لتحصين دفاعاته ولا سيما أنه يلجأ في الفترة الأخيرة إلى زرع هذه المفخخات أو حتى أحزم نفسي فوانتحاريين والهروب أو التراجع إلى المناطق التي يمكنها أن يتحصن بها الآن في تلعفر ويمكن الذهاب إلى الموصل أو الموصلة دائما في معركه يتراجع إلى النقاط التي يمكن أن ينفذ المعركة التي يبرع فيها والتي هي استعمال المدنيين واستعمال المفخخات في المناطق السكنية هو يبتعد عن الاشتباك المباشر ويبتعد عن التصادم أو الالتحام بوجه القوات التي تتقدم عليه في المناطق المكشوفة هو دائما يلجأ إلى المناطق السكنية لأنه يستطيع أن يختبئ يستطيع أن ينفذ العبوات الناسفة ويستطيع أيضا أن يستعمل المدنيين هذه معركته دائما هو الآن تراجع وسيتراجع حتما من المطار باتجاه المدينة التلعفر كما هو يتراجع من اتجاه حمام العليل وهو يتجمع باتجاه مطار الموصل إذا تكلمنا عن المحور الجنوبي في هذا الاتجاه هو يتجمع باتجاه مطار الموصل ومعركته أيضا ستصبح صعبة في داخل الأحياء خصوصا غرب نهر دجلة هو يتحصن غرب نهر دجلة لأنه بالأساس هناك المعركة الكبرى يمكن الحديث عن غرب نهر دجلة وهي غرب نهر دجلة هو الآن حدثت بعض المعارك في الشرق ولكنه لم يكن بالأساس يعطي جهد في تمركزه شرق نهر دجلة نظرا لتواجد كان هناك تواجد للأتراك في بعشيقة ولعدم قرار كان واضحا وسابتا للبشمركة في الدخول إلى الموصل لأسباب سياسية وأسباب متعددة هل نفهم بأن هناك انتحاب من قبل عناصر داعش من كل هذه الجبهات لنتحدث عن التمركز نحو غرب نهر دجلة هو المعركة الأبرز سوف تكون هناك وتحشير هناك في الشمال العراقي لم يبقى معركتين رئيسيتين وأساسيتين لداعش هي غرب الموصل في المدينة غرب نهر دجلة في المدينة وتل عفر إذا أراد الأتراك تأخير هذا الاندفاع للحج الشعبي ووضع معوقات في وجه تحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش سوف يكون هناك معوقات في تل عفر لأسباب معينة بشكل سريع قبل الانتقال إلى شرق الموصل سيادة العميد برأيك في هذه المعركة ما هي العامل التي ساهمت بتقدم سريع لأقوات الأمن العراقية والحج الشعبي وكانت نقاط ضعف بالنسبة لداعش النقطة الرئيسية الأساسية هي الفارق في العديد هناك جيش العراقي والحج الشعبي يحشد بأكثر من خمسين أو ستين ألف مقاتل بين الشرق وبين الجنوب وبين الغرب وهذا عدد كبير بالنسبة لداعش الأحصاءات والمعلومات تكلمت عن حد أقصى لداعش ستة ألاف مقاتل أو سبعة ألاف مقاتل عند بداية المعركة وأيضا قد فر منهم أثناء بداية المعركة عدد كبير باتجاه الرقة وباتجاه المناطق الداخلية من اتجاه نينوة لم يبقى هناك هذا العدد الكبير هذه نقطة أساسية الفارق في العدد النقطة الثانية نوع الأسلحة رأينا طوافات الجيش العراقي تدعم وحدات الحش الشعبي في المناطق التي يسيطر علىها الآن في منطقة تلعفر بالإضافة لأيضا الطيران الحربي العراقي ينفذ غارات دقيقة وحساسة وأيضا هناك نقطة مهمة في المشهد الذي صوره المراسل الميادين في تفجير السيارة المفخخة هناك تقنية أصبحت يتمتع بها الجيش العراقي والحش الشعبي في مواجهة داعش وهي هناك عناصر متخصصة فقط عملها هو متابعة السيارات المفخخة والأليات المفخخة بواسطة صواريخ الكورنات التي هي خاصة لرمي هذه الأليات عن بعد 2000 متر أو 3000 متر أو أكثر طب الرد من قبل داعش بقذائف المورتر والهاون هل يمكن أن يكون لديها أي تأثير بعقلة التقدم؟ لا يؤثر لأنها معركة مفتوحة ولا يؤثر هناك فارق في المدفعية وفي الطيران وفي التقنيات العسكرية بالنسبة لما يمتلكه داعش معركة داعش هي ليست معركة عسكرية أكثر ما هي معركة إرهابية في استعمال المواد الكيميوية في استعمال المدنيين كدروع بشرية في استعمال المفخخات وفي استعمال الأنفاق التي يضع فيها النفط ويحرقه ليحجب الرؤية هذه هي الأسليب التي يلجأ إليها داعش بمعزل أو بمواجهة الأسليب العسكرية الواضحة التي نراها من الجيش العلاقي ومن الحش الشعبي إذا نتقلنا إلى شرق الموصل لنكتسب المزيد من الوقت سيادة العميد هناك تطور هناك تقدم ولكن نلاحب بأنه أقل سرعة من الجبهة الغربية وحتى الجنوبية بشرق الموصل وصلوا إلى حي عدن والبكر هل هناك من إمكانية للتقدم أكثر وما العوامل التي تعيق هذا التقدم السريع العامل الأساسي والرئيسي هنا مبدئيا المناطق التي تم السيطر عليها الآن في حي عدن وفي حي التحرير والتي هي على المشارف أماكن سيطرة الداعش باتجاه المنطقة التي هي بقيت يسيطر عليها شرق نهر دجلة داخل الموصل التباطؤ الآن طبيعي لأنه الأبنية السكنية شرق الموصل نسل غرب الموصل هو منطقة مقتزة وهي أحياء فيها أبنية وفيها نقاط وبعد قليل سوف يصل الجيش العراقي أو وحدات الرد السريع إلى جسور على نهر دجلة هناك معوقات في التقدم غير أو على عكس المناطق الصحراوية أو المناطق المفتوحة في مناطق جنوب الموصل وفي مناطق غرب الموصل هذه نقطة أساسية في الاقتزاز السكاني الذي يؤخر هذه الحركة من اتجاه الشرق جهاز مكافحة الإرهاب يلعب دورا بارزا في هذه الجبهة تحديدا ولكن ماذا عن سلاح الطيران وتقول وزارة الدفاع العراقية بأن التحالف الدولي قد شن مئة غارة على مواقع تحصن داعش هل لديها أي تأثير في شرق الموصل؟ الآن بعد التقدم إلى المدينة وأصبحت الاشتباكات على تخوم المدينة وداخل الأحياء أعتقد أن الطيران لم يعد لديه هذه الفعالية كما في السابق تحولت إلى حرب شوارع لأن هناك نقطة لافتة وخصوصا في الشرق وحدات مكافحة الإرهاب تقاتل داعش بوجود المدنيين أغلب المدنيين من الأحياء التي تكلمنا عنها حي الانتصار وحي التحرير وحي عدن رغبوا أو أرادوا أن يبقوا في منازلهم لم يتركوا منازلهم من هنا هذه الحساسية هذه المعركة لا أمكانية لاستعمال الطيران نظرا لوجود المدنيين والبطء في التقدم ولكن يكون تقدم سابت تقدم يحمي المدنيين من هنا هذه المعركة تأخذ هذا التباطق ما هو السلاح الأفضل في هكذا معركة لهنا لك أمكانية باستخدام الطيران نحن نتحدث وكأنها كما ذكرت حرب شوارع شخص لشخص أو مباسر تقريبا المعركة في شرق الموصل ناجحة وهي تتقدم لا يمكن التقدم بسرعة أكثر في هذه الشروط التي تكلمنا عنها شرط وجود المدنيين وشرط وجود الأماكن السكنية هي تأخذ وقتها الطبيعي والمنطقي في معدلها بالنسبة للعمليات العسكرية بشكل عام حياء عدن نتحدث عفوا عن عدن والتحرير تم تحريرهما وكذلك من قبل الانتصار والكرامة اليوم الحديث عن البكر هذه الأحياء هل بمساحتها نستطيع أن نقول مساحة جغرافية كبيرة أم هي تحتاج كما ذكرت إلى وقت مزيد من الوقت بمساحة ضيقة وليس مساحة جغرافية كبيرة هي لا يوجد مساحة كبيرة ولكن يوجد اكتزاص فيها الأبنية ويوجد كما كلنا مدنيين هذه الحساسية التي تفترضها الدخول في هذه الأحياء إذن سنتقل إلى سوريا سيادة العميد حيث أعلنت القيادة العامة لوحدة حماية الشعب الكردية في سوريا انسحاب قواتها إلى شرق نهر الفرات للمشاركة في حملة لطرد تنظيم داعش من الرق وقالت أن مقاتليها استكملوا مهمهم في تدريب ما يعرف بقوات مجلس منبج العسكري وأضفت أن هذه القوات باتت قادرة على الدفاع عن مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي هذا وأعلن المرصد السوري المعارض أن فصائل الجيش الحر المنضوية إلى درع الفرات أو الفرات سيطرت على بلدة قباسين شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 27 شخصا قتلوا وجريح المئات أمس في حيي العامرية والفردوس شرق حلب جرى إطلاق النار من قبل مسلحين على مظاهرة عفوية هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تعليق القصف الجوي على حلب مستمر منذ 29 يوما وذكرت أن الجيش السوري بدأ هجوما على مواقع الإرهابيين في حلب ويتقدم على المحور الجنوبي الغربي حيث حرر عددا من الأحياء المهمة ومن حلب ينضم إلنا مراسل الميادين رضا الباشا أهلا بك رضا إذن نبدأ من المحور الجنوبي الهجوم الذي شنه الجيش السوري على أماكن تواجد هذه الفصائل المسلحة لننتقل إلى المحاور الأخرى نعم وفعلا دعينا نبدأ أولا من محيط مدينة الباب الخبر الذي أورده المرصد السوري المعارض هو فعلا كان هناك تقدم لقوات درع الفرات في محيط مدينة الباب وسيطروا على قرية قبسين ولكن ظهر هذا اليوم تمكن تنظيم داعش بعد مهاجمته لنقاط مسلحي درع الفرات من استرجاع هذه القرية التي تمت السيطرة عليها يوم البارحة فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب كان هناك اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المنضوية تحت رأيت جيش هرفتح في الجبهة الجنوبية الغربية وتحديدا في أرض الجبس لربما هذه الاشتباكات هي مقدمة لاقتحام حي الراشدين أربعة الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة والذي يقع أيضا على مرتفع يحكم السيطرة على كل ما هو حوله يمكن الجيش السوري طبعا من أحكام السيطرة على نقاط الفصائل المسلحة المتواجدة في خان العسل والمتواجدة في المنصورة وصولا إلى كفر داعل ويفتح البوابة أيضا بالتجاري في حلب الجنوب وتحديدا إلى جبهة خان طمان التي هي بالأصل يتواجد عليها الجيش السوري ولكن حي الراشدين أربعة يعطي الجيش السوري إحكام سيطرة أكثر على هذه الجبهة لذلك مرشح أن يكون حي الراشدين أربعة هو جبهة القتال خاصة وأن الجيش السوري يعمل على استنزاف الجماعات المسلحة داخل هذا الحي منذ سيطرتها على الضاحية ومن يام بدأ بالتمهيد الناري باتجاه حي الراشدين أربعة طبعا التمهيد الناري باتجاه حي الراشدين أربعة هو أمر مطلوب نظرا لأن هذا الحي يعتبر أكثر حي تحصنا للفصائل المسلحة يقطع تسيطرة هذه الفصائل منذ أربع سنوات لم يطرق باب هذا الحي في المعارك حتى هذا اليوم كان هذا اليوم هو البداية من الجيش السوري من أجل الاقتراب أكثر باتجاه حي الراشدين أربعة من اتجاه مدرسة الحكمة بدأت العملية بدأت الاشتباكات ثم تمددت إلى ما يعرف بأرض الجبس أو سوق الجبس وهي النقاط القريبة إلى حي الراشدين أربعة طبعا استهداف مدفعي وصاروخي واستهداف طيران الحربي لهذا الحي طبعا الطيران الحربي كان على مدار الساعة يستهدف أيضا خطوط أمداد الجماعات المسلحة والنقاط البعيدة إضافة لأستهداف الطيران الروسي لمدن وقرى ريف إدلب التي تعتبر الخزان البشري الرئيسي لجيش الفتح في مهاجمة النقاط الجيش السوري في حلب الاستهداف الذي كان يوم البارحة في خان شيخون وأريحة توسع هذا اليوم ليصل إلى مدينة سراقب وسرمين وصناء إلى بنش ومعارض النعمان أيضا كانت هدفا للطائرات الروسية كذلك الأمر أيضا تم قصف كفرناها ودارت عزة في ريف حلب الغربي هذا الاستهداف يعتبر الاستهداف الأوسع ربما خاصة وأنه يوم البارحة وهذا اليوم كان بمشاركة الصواريخ الروسية التي أطلقت من البوارج الحربية المتواجدة في البحر المتوسط لابد أن أشير أيضا إلى الأحياء الشرقية يوم البارحة كان هناك اختبار لأحياء الشرقية عامل الجيش السوري على فتح الجبهة الشمالية الشرقية لهذه الأحياء وتحديدا من البريج والأرض الحمراء في مواجهة مساكن هنانو هذا اليوم أيضا كان هناك اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المتواجدة داخل هذه الأحياء على الجبهة الجنوبية للأحياء الشرقية لمدينة حلق طبعا من الجهة الجنوبية الشرقية وتحديدا من جهة المرجع بالإضافة إلى أن سلاح الطيران غاب بشكل كامل عن الأحياء الشرقية وكان الاستهداف بغالبيته هو استهداف مدفعي وصاروخي لمعاقل تواجد الجماعات المسلحة داخل هذه الأحياء نعم ولكن لنستفسر منك نقطة معينة ذكرت في بداية الرسالة رضا حول ريف حلب الشمالي الشرقي وبعد أعلان وحدات حماية الشعب الكردية عوضا يمكن فقدنا الاتصال مع الزميل رضا الباش على كل أحوال شكرا جزيلا لك رضا على كل هذه المعلومات طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزارة الدفاع تأمين الحماية للقوات الروسية والسورية التي تقاتل داعش في سوريا بناء عليه قدم وزير الدفاع سيرجيش ويجو عرضا لبوتين بالصواريخ التي تقوم بهذه المهمة التفاصيل مع بيسان تراف أهلا بكم قصفت صواريخ باستيون البحرية أهدافا برية في سوريا صواريخ لم تستخدم من قبل في أي عملية قتالية إلى جانب صواريخ كاليبر استخدمت القوات الروسية صواريخ باستيون التي استهدفت مواقع الجماعات المسلح ومنشآتها في محافظتي إدلب وحمص إضافة إلى استهدافها مصانع تابعة للمسلحين لإنتاج الغاز السام وغيره من وسائل الدمار الشامل إلى جانب صواريخ باستيون أطلقت المنظومة نفسها صواريخ أونكس المجنحة والمتحركة على الأرض الصواريخ في الأساس مخصصة لمكافحة سفن الأسطح المعادية والغاية من إطلاقها على أهداف برية بحسب خبير عسكري روسي هو أو هي دراسة إمكانيات المنظومة بكاملها في ظروف القتال الحقيقية وبعد إجراء تعديلات على رأس الصاروخ أونكس الموجهة إذن ما طلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الدفاعه بشأن ضرورة حماية المنشآت والقواعد العسكرية الروسية وحماية الساحل السوري بات واضحاً والمهمة ألقيت على عاطق السفن الحربية الروسية الموجودة في البحر المتوسط وعلى منظومات الصواريخ المتطورة التي وصلت إلى الأراضي السورية فالسفن الحربية الروسية التي تحمل منظومة باستيون تقع على عاطقها مسؤولية حماية الساحل السوري إضافة إلى قاعدتين ترقوس وحميميم براً وبحراً في حين تتكفل منظومة أس أربعمائة وأس ثلاثمائة بردع أي هجوم جوي أما حماية القاعدتين الروسيتين من أهداف تحلق على ارتفاع منخفض فستكون بواسطة منظومات بنستير الصاروخية المضادة للجو كما أن باستطاعة هذه المنظومات ضرب الأهداف المهاجمة من على بعده ثلاثمائة وخمسين كيلومتراً في البحر ونحو أربعمائة وخمسين كيلومتراً في البر حيث استخدمت القوات الروسية صواريخ كاليبر وأونيكس لتدمير مخازن الذخيرة ومقار المجموعات المسلحة في سوريا هي تطورات بارزة دائماً في سوريا سيادة العميد ولسيما بريف حالة بالشمال الشرقي ولكن قبل البدء بالجبهة الجنوبية هناك هجوم للجيش السوري على الجماعات المسلحة هذا هو ذكر ذلك زميل رضاء نسمع كثيراً بالراشدين أربعة ما أهمية أن يتم السيطرة من قبل الجيش السوري وحلفائه على هذه النقطة ما الذي تعطيه هل تمكنه من التقدم نحو مناطق استراتيجية أكثر في الجبهة الجنوبية هنا مبدأياً الراشدين أربعة وهي مباشرة غرب مدرسة الحكبة هنا مدرسة الحكبة أهمية الراشدين أربعة أولاً أنها منذ حوالي أكثر من أربع سنوات هي تحت سيطرة المسلحة لم يحدث أن تقدم إليها الجيش السوري حتى الآن أي مرة خلال كامل هذه المعركة النقطة الثانية أنها على مرتفع هي تكشف طريق خانطومان ما تبقى من خانطومان تكشف باتجاه خان العسل وهي بعد السيطرة عليها يصبح هنا الراشدين خمسة والتي هي مبدئياً أيضاً غرب ضاحيات الأسد بعد السيطرة على الراشدين أربعة أيضاً تصبح راشدين خمسة تحت مرمى السلاح أو تحت كشف ومراقبة الجيش السوري للأسلحة المباشرة بطريقة واضحة هذا المسلس بين الراشدين خمسة وبين خان العسل وبين خانطومان من الراشدين أربعة نستطيع أن نقول أنه يصبح مهدد بطريقة كاملة أهم النقطة في المربع الذي بقي هذا هو المربع الذي بقي للمسلحين في ريف حلب الجنوب الغربي قبل الوصول إلى طريق الأساسية التي هي طريق حلب باتجاه إدلب تكشفه أو تمسكه أو تضبطه منطقات الراشدين أربعة من هنا هذه الأهمية والآن كما يبدو نجد أن هناك حشد وهناك تقدم باتجاه هذه النقطة الرئيسية للنسلحين هل ممكن أن يلعب سلاح الجو دوراً بارزاً في هذه المعركة فيما يتعلق بالشبهة الجنوبية؟ المعارك هنا على هذا الخط الطيران هو يبتعد قليلاً عنها كما حدث في ضحية الأسد منذ بضعة أيام وفي منطقة منيان القتال هو متقارب وتم السيطرة وإستعادة السيطرة على ضحية الأسد بنون استعمال الطيران وأعتقد هنا أنه لا إمكانية أو لا مجال لإستعمال الطيران على هذه المنطقة المتقاربة العوامل التي ساهمت باستعادة ضحية الأسد ممكن أيضاً أن تساهم اليوم بالتقدم نحو راشدين أربعة وكما ذكرت هي كانت طيلة فترة أربع سنوات بيد الجماعة المسلحة كل العوامل التي ساهمت هي أن المسلحين الآن بوضع منهار بقعتهم أو نقاطهم الخلفية التي يتم فيها رفضهم أو مساندتهم بالمسلحين في مناطق إدلب بالكامل في هذه المنطقة هي تتعرض لقصف عنيف وقصف غير مسبوك روسي منذ خلال 48 ساعة على ما يتوقف هذا القصف كل العوامل وكل النقاط المهمة تعطي إمكانية للجيش السوري الآن ولحلفائه في التقدم إلى الراشدين أربعة لابد من الانتقال إلى مدينة الباب وما يحكي عن هذه المحكر عن هذه المعرك عفوا والرئيس التركي حتى أردغان يقول بأن الفصائل المعارضة التي تنضوض من درع الفرات والحليفة له هي على بعد فقط يعني مسافة قريبة جدا من مدينة الباب الفريق الذي يسيطر على مدينة الباب ماذا يعني عسكريا سيد العميد الآن يوجد داعش في الباب مبدئيا هنا الباب يوجد داعش في الباب ولكن رأينا منذ حوالي 48 ساعة بعد أن تقدم الوحدات المدعومة تركيا جيش الحر والمجموعات الأخرى المدعومة تركيا تقدمت بطريقة أيضا غريبة لم يكن هناك أي قتال الآن اليوم بعد الظهر داعش استعاد السيطرة على قرية واحدة من أصل أكثر من عشرات القرى التي تم السيطرة عليها بطريقة غريبة ماذا يعني دون قتال انسحاب انسحاب كما حدث في منطقة دابق الذي كان داعش يعتبرها هنا هنا دابق واضح على الخريطة أو في جرابلوس كانت تعتبر نقاط ارتكاز رئيسية لداعش في ريف حلب الشمالي هي الأساس جرابلوس ودابق كانت الأساس وانسحب منها دون أي قتال والآن هذا التقدم المفاجئ والسريع على الباب يبدو أن داعش في نفس المخطط وبإعاز تركي معين سوف يسهل لهذه الوحدات بالسيطرة على مدينة الباب يبقى أن هناك خط أحمر هل الروس في هذه الموضوع هم موافقون على هذه النقطة الأساسية لأنه كنا سمعنا سابقا أن الروس لم يعطوا حتى الآن موافقة للوحدات التركية في السيطرة على الباب وأيضا الجيش السوري في منطق ويروس هو جاهز وهو على أهبة الاستعداد للاندفاع باتجاه الباب صحيح أن مسافته أطول أصبحت أبعد بحولها 6 أو 7 كيلومتر ولكن لديه إمكاني للتقدم أكثر لأنها أرض مكشوفة ولأنه يملك عديد وحشود كبيرة في كويروس وهو كان يجهزها سابقا للتقدم إلى الباب طب داعش ما هو الباب أو المنفذ الذي يصبح لديه إذا تم السيطرة على هذه المدينة إلى أين يتجه إذا تم محاصرته؟ داعش ينحصر باتجاه الجنوب وباتجاه الجنوب الشرقي لديه مزال لديه مواقع ومحور واسع باتجاه مناطق مسكنة في هذا الاتجاه باتجاه مطار الطبقة وباتجاه الرقة هذا المحور مازال مفتوحا باتجاه داعش كل هذه الطريق مفتوحة أمام داعش ومصور إلى الرقة كل هذه المنطقة المزللة باللون الأسود هي أماكن سيطرة لداعش بين أرياف حلب الشرقية وبين الرقة مازال داعش يسيطر عليها وهو أيضا يضغط باتجاه طريق أسرية خناصر دائما باتجاه ريف حلب الشرقي في هذا الاتجاه هذا التواجد لداعش مازال مفتوحا باتجاه الرقة وهو تواجد قوي ولديه نقاط قوية في مطار الطبقة وفي منطقة مسكنة ولكن كيف يقرأ عسكريا إعلان اليوم القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب إلى شارق نهر الفورات كما تقول المشاركة بحملة لترد تنظيم داعش من الرقة هي مبدئيا تنفذ الشرط الذي فرض عليها سابقا قبل التقدم إلى منبج لأنه كان الشرط الأمريكي أنه بعد سيطرة على منبج ضغط أمريكي طلب منها كان الشرط أنه بعد سيطرتها على منبج أو على داعش في منبج تنسحب إلى شارق الفورات والأتراك ضغطوا في هذا الموضوع هم الآن سحبوا ولكن لا يعني هذا أن داعش أو أن وحدات حماية وحدات المدعومة تركيا سوف تدخل إلى منبج بهذه السهولة هناك مجلس عسكري في منبج وهو أعلن أنه سوف يقاتل ولديه قوة ووحدات مؤلفة من أكثر فصيل كردي وعربي وهي تقاتل داعش كانت في هذه المنطقة إذن يمكن الحديث أن هناك وحدات حماية الشعب الكردية قادرة على أن تأخذ زمام هذه المبادرة ولسيما هناك دعم تركي كما ذكرت واضح للجيش الحر والمجموعات التي منضوية تحدر على الفورات مبادرة باتجاه الرقة صحيح هي تتقدم وليس فقط وحدات حماية الشعب الكردي هناك قوات سوريا الديمقراطية هناك مجموعات أخرى أيضا تشترك وتضغط على منطقة الرقة من اتجاهها عن عيسى وهي تتقدم يوميا تتقدم ويوميا تسيطر على نحن باللون الأصفر نشاهد هناك الأكراد سيطرة الأكراد وأيضا هذا التواجد لداعش في منطقة الرقة وشمال الرقة والنقطة الرئيسية التي هي قاعدة انطلاق للوحدات الكردية عن عيسى المحور الأساسي الذي يضغط باتجاه الرقة هو في هذا الاتجاه هناك ضغوط وهناك تقدم للوحدات الكردية ولكوات سوريا الديمقراطية من الشمال باتجاه الرقة ولكن ما زال الموضوع بعيدا وأيضا كما كافة معارك داعش نستطيع أن نقول أن أحدث تهولية أكثر من ما هي على أرض الواقع فتح معركة الرقة ولسينا نتحدث بأن عناصر داعش لا زال هناك طريق مفتوح أمام من الباب باتجاه الرقة هو طريق سالك بالنسبة لها صح وباتجاه دير الزور أيضا الذي يتغير من اتجاه الشمال الرقة هو أن الخط الفاصل بين الأكراد والرقة هو ينحسر باتجاه الجنوب قليلا ولكن عمليا لا يغير شيء في موضوع حصار حصار داعش في الرقة داعش أساسا هي محاصرة بواسطة هذا الخط الفاصل من اتجاه المناطق التي تسيطر عليها الأكراد إذا تقدم هذا الخط مضعة كيلومترات لن يغير شيء عمليا على مدينة الرقة الذي يغير عمليا في حصار الرقة هو نقطتين أساسيتين فصل الرقة عن دير الزور في هذه المنطقة وفصل مناطق ريف حلب الشرقية في منطقة التباقة عن الرقة هزان النقطتين الرئيسيتين من اتجاه الجنوب ومن اتجاه الغرب التي يمكن أن نقول أن داعش تم محاصرته وتم عزله في الرقة وإلا من اتجاه الشمال لن يتغير شيء عمليا هل الأكراد أكيد هم متضررون من سيطرة الأتراك إذا تمت السطرة من على الباب هل يمكن أن يكون لديهم أي دور أيضا نلاحظ أطراف عدة أيضا الجيش السوري كما ذكرت بمطارك ويرس ودعم حتى روسي في القاعدة القواعد العسكرية هناك الأتراك دائما كان قرارهم هو تحت المزالة الأمريكية كنا نرى ذلك هم دخلوا إلى منبج بدعم أمريكي واضح يعني بانتظار الضوء الأخضر من أمريكا صحيح كيف توجههم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة إذا كان غرب الفرات أو شرق الفرات وهم الآن انسحبوا بعد أن سقط لهم قتل كسرين في معركة منبج انسحبوا الآن من منبج باتجاه الشر لذلك تحولت الوجه لديهم من بنبج إلى مدينة ألباب الحديث على السيطرة على هذه المدينة تحديدا على مدينة الرقة بالنسبة للأكراد على مدينة الرقة هذا قرار أمريكي له علاقة باستراتيجية أمريكية أنها سوف تسيطر أو سوف تعيد السيطرة وتطرد داعش من النقطة الرئيسية أو المدينة الرئيسية في سوريا لأعتبارات سياسية وعالمية معروفة عمليا هي الآن طلبت من الأكراد التقدم جنوبا يتقدمون جنوبا ولكن ما زالت المعركة بعيدة وما زال داعش يحتفظ بنقاط مهمة وستراتيجية على الأقل مدينة الرقة التي هي مدينة كبيرة جنرال هناك تطورات أيضا في الجولان في سوريا ونبقى في الميدان السوري وخصوصا مع عودة طلاع قوات الاندوف لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري إلى معسكر نبع الفوار شمال القنيترة هذه العودة طرحت أسئلة عن مصير مواقع الاندوف التي يسيطر المسلحون عليها والمصطحة الإسرائيلية في أبعاد تلك القوة عن الشريط الشائك حيث يسيطر المسلحون التفاصيل مع محمد الخطر مائة وسبعة وعشرون عنصرا في اندوف إلى نبع الفوار في القنيترة عودة تطوي غيابا امتد عامين منذ خطف جبهة النصرة واحدا وأربعين جنديا أمميا دلالات مهمة وانتاخرت ولسيما مع استفحال الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري عودتهم مبنية على الحفاظ على أمنهم أولا وثانيا على تثبيت نقطة سياسية مهمة بأنهم قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ولا يوجد هناك أي اعتراف دولي باحتلال إسرائيل الجولان وبأنهم سيعودون لممارسة دورهم في مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار على طرفي الحدود في المقابل حمل توقيت العودة مفاجأة كبيرة في ظل اشتعال جبهة ريف القنيطر الشمالي عودة يتوقع أن تشمل أيضا مواقع أخرى تحت سيطرة الجيش السوري حضر وخان أرنب أسئلة تطرح عن جدوى الغياب عن مواقع حيوية يسيطر المسلحون عليها وتواجه مواقع الاحتلال مباشرة لكننا نأمل أن يعودوا إلى المناطق التي يستولي عليها المسلحين والإرهابيين وينتشروا في قواعدهم الأساسية لكن على ما يبدو أنهم يأتون الآن ينتشروا في مناطق التي لا يتوجد فيها المسلحين في منطقة عين التيني وحضر وخان أرنبي وهذا له دلالات غير مريحة وهي حماية السلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة أو قوات الاحتلال الإسرائيل المتواجدة في الجولان السنو المحتل وهذا يعتبر شيء خطير يسيطر المسلحون على الجزء الأكبر من الشريط الفاصل بين الجولانين المحرر والمحتل سيطرة تحاول سلطات الاحتلال تكريسها وتحويلها إلى منطقة عزل عن الجيش السوري سيطرة المجموعات المسلحة على مساحات واسعة قرب الشريط الشائك في الجولان تصعب مهمة الأوندوف مهمة مراقبة الاعتداءات الإسرائيلية في ظل جبهة تشتعل بمواجهة المسلحين محمد الخضر دمشق الميدانية مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير من جديد أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين في اليمن أعلن اللواء الركن سعيد الحريري قائد المنطقة العسكرية الخامسة مباركته توقيع اتفاق المبادئ لوقف إطلاق النار الكامل والشامل ولكنه تحدث عن جهوزية كابلة للدفاع عن الأرض والسيادة بدورها أكد الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام أنه تم الاتفاق على وقف الأعمال القتالية بشكل شامل وفي حديث للميادين قال عبد السلام أن الولايات المتحدة مثلت دول التحالف السعودي وأطراف الداخل والخارج بإشراف الطرف العماني وتم بالفعل أن يكون هناك الاستفاق على وقف الأعمال القتالية بشكل شامل بناء أو على غرار استفاق عشرة أبريل الذي حصل قبل المشاورات في الكويت ثم كذلك استئناف المشاورات واجتماع لجان السهدئة والتنسيق للإشراف والرقابة وكذلك أن يكون هناك خارطة الأمم المستحدة التي قدمها المبعوث أن تكون أرضية للنقاش يتم المشاورات من خلالها والتي سينبت منها في الحقومة وحدة وطنية على أساس أن تكون نهاية هذا العام من العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مرسلنا أحمد زبيب أهلا بك أحمد قبل ساعات فقط من إعلان أيضا واتفاق وقف الأعمال القتالية ووقف اطلاق النار في اليمن كيف تبدو الأوضاع الميدانية المختلفة إن كانت بالنسبة لغراطة التحالف السعودي أو حتى فيما يتعلق بالاشتباكات المباشرة نعم المواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة في أكثر من جبهة من الجبهات القتالية وتحديدا جبهة تعز المناطق الشرقية بالإضافة إلى المناطق الجنوبية من مدينة تعز تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى ما تحدث به مصدر محلي للميادين قبل قليل هو أكد أن المعارك مستمرة بالإضافة إلى تأكيده أن المعارك التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية في المناطق الشرقية وتحديدا في الجحملية وصالة أدت إلى سيطرة قوات الرئيس هادي على مستشفى العسكري بالإضافة إلى على حي صالة بالمقابل تستمر قوات الجيش واللجان الشعبية بسيطرتها على وادي صالة بالإضافة إلى سيطرتها على المناطق المحيطة ما تحاول به تحاول قوات الرئيس هادي حتى هذه اللحظة بالتقدم نحو تبة الشلال المطلة على القصر الجمهوري ومعسكر الأمن المركزي من أجل السيطرة عليه ولسيما بعد وصول تعزيزات عسكرية وفق ما تحدث به مصدر عسكري للميادين أن هناك تعزيزات عسكرية وصلت لقوات الرئيس هادي من بينها أيضا ذخائر من أجل توسيع عملياتها أعزا إلى الجنوب من مدينة تعز وتحديدا مديرية الوازعية هي أيضا شاهدت مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى مصدر عسكري للميادين أكد أن سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي في جبل قرن غراب بالمديرية ذاتها أشكرك جزيل أشكر نعم مواجهات حتى محافظة مارد إلى الشمال الشرقي من اليمن وكانت هناك مواجهات مع سلسلة من الغارات الجوية لطائرات التحالف السعودي والتي استهدفت تضحت الصورة أحمد زبيب مراسل الميادين أشكرك جزيل أشكر على كل هذه المعلومات الميدانية التي وفيتنا بها من العاصمة اليمنية صنعا قال مصدر أمني تونسي أن قوات الأمن فككت خلية تكفرية كانت تخطط الاغتيال سياسيين وإعلاميين وتفجير مركز تجاري ومركز أمني في العاصمة تونس وكشف الأمن التونسي خمسة مخزن أسلحة تضم 24 صاروخا من تراز سام سبعة تستخدم ضد الطائرات التفاصيل مع عماد الشتارة في بنجردان الحدودية يحقق الأمنيون والعسكريون نجاحا ميدانيا جديدا ضربة جديدة للإرهابيين بالقضاء على قيادين والتوصل من خلال هاتفه إلى الكشف عن خمسة مخازن للأسلحة خطوة جنبت البلاد سيناريوهات كارفية لتفتح التساؤلات عن حجم الأسلحة المهربة في ذل توقعات بأن يتجاوز عدد المخازن العشرين كم هو عدد هذه الأسلحة؟ ما هي نوعية هذه الأسلحة؟ علما أن هذه المخازن والمخزن الذي تم كشفه الدارحة يعني خطير جدا يعني فيه صواريخ من نوع سام سبعة سام سبعة يعني 24 صاروخ كذلك ثلاثة قذفات لهذه الصواريخ إلى عام 2011 يرجع الخبراء بداية تسرب الأسلحة إلى تونس في ذل حالة الانفلات التي شهدتها الجارة ليبيا التي تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 25 مليون قطعة سلاح فيها بينما كانت تونس حينها القاعدة الخلفية للمسلحين الليبيين مؤكدين أن المخطط كان يهدف إلى ضرب أجهزة الدولة وزعزعة الاستقرار وإقامة إمارة داعشية على مساحة واسعة منزل وقت طويل سيمضي لكي نتعرف على كل هذه المجموعات وأماكنها لكن مع استقدام معدات حديثة ومع التطورات الميدانية التي شهدتها المعركة ضد الإرهاب أعتقد أنه سنة 2017 ستكون حاسمة باستقدام التقنيات الحديثة وخاصة باستقدام المروحيات التي يبدو أنها ستأتي على أقل جزء منها في بداية 2017 الإرهاب في انحصار والأجهزة الأمنية استعادت يقاطتها وسيطرتها على الميدان هكذا يؤكد المراقبون مشددين على أن وصول طائرات البلاك هوق قريبا المزودة بأجهزة استكشاف حرارية وتركيب أجهزة تصوير عند المعابر الحدودية يعززان تفوق قوى الأمن في حربها على الإرهاب سنة 2017 ستكون حاسمة في الحرب على الإرهاب هكذا يؤكد الأمنيون فيما يحذر المراقبون من خطورة السلاح الذي لم يكشف بعد ومن التهديد الذي يمثله متبنوة الفكر التكفيري على أمن البلاد في ظل غياب استراتيجيات للتأهيل وتأمين فرص العمل ونشر الأمل عماد اشتار تونس الميادين ويبقى معنا زميل عماد اشتار من العاصمة التونسية عماد إذن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية هل هناك من تفاصيل أكثر عن الأماكن التي أرادت استهدافها؟ أيضا ماذا عن المناطق الحدودية التي كانت دائما تشهد عمليات لهذه المجموعات ولسيما في بن جردان؟ نعم وبالنسبة للخبر الذي نشر اليوم عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف مركب تجاري قريب من العاصمة واستهداف شخصيات سياسية وعالمية وأمنية هذا الخبر ننقله بكل تحفظ وبكل احتراز نظرا لأن وزارة الداخلية إلى حد اللحظة لم تؤكد هذا الخبر وأيضا حتى المعطيات الوردة في الخبر فيها بعض اللغة يتحدثون عن استهداف مركب تجاري واستهداف شخصيات بارزة في المجتمع في حال وأن الخلية لديها مسدس واحد وهي ما زالت تجمع المعطيات عن تكوين أو تركيب متفجرات من مواد أولية أي أنها خلية ما زالت حديثة العهد فيما يتعلق بالأسلحة دخولها إلى تراب البلاد يرجعه المختصون إلى الفترة ما بين سنة 2011 و2013 كان هناك انفلة أمني في تونس وأيضا في ليبيا كان هناك استشرى لاستعمال السلاح في ليبيا وتوافض العديد من الليبيين إلى تونس نظرا للبحث عن مكان آمن ولاجه تم إخفاء هذه الأسلحة في منطقة قريبة من الحدود التونسية الليبية قريبة في ظواحي مدينة بن جردان كمرحلة أولى للعمل لاحقا على نقل هذه الأسلحة إلى داخل المدن ثم من الأسلحة كميات تم نقلها إلى جبل الشعامبي أو جبل المغيلة أو إلى مخازن أخرى تم العثور عليها في المدن الداخلية وحتى قريبا من العاصمة هنا في دوار هيشر وهناك من الأسلحة ما تم استخدامه في معركة بن جردان الشهيرة التي أرادوا خلالها إقامة إمارة داعيشية في مارس أذار الفارت وبقيت هذه المخازن كذخيرة إسقاط أمير كتيبة جند الخلافة والوصول إلى هذه المعلومات في هاتفه الخلوي مكن قوات الحاملة للسلاح من أمن وجيش وحرص من العثور على هذه المخابة للأسلحة وقيل بأن هذه العملية في البداية هي عملية تفتيش وتمشيط للمنطقة الأسلحة التي تم العثور عليها خطيرة جدا فيها صواريخ فيها أسلحة للشاشة فيها أحزمة ناسفة فيها كل ما يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار في البلاد المخطط الذي كان وراء تخزين هذه الأسلحة متطورة عماد على كل الأحوال أشكرك جزيلا الشكر على كل هذه المعلومات التي وفيتنا بها من العاصمة التونسية الزميل عماد اشترك أنا معنا هناك بشكل سريع وبدقيقة واحدة سيد العميد هذه المخططات ليست المرة الأولى لاكتشاف القوات الأمنية التونسية وخصوصا على الحدود ولكن الأخطر اليوم عن هذا الخبر أنه داخل العاصمة التونسية صحيح أنه داخل العاصمة التونسية ولكن المنطلق الأساسي هو كان من نقطة رئيسية هي دائما منطقة بنغردان بنغردان دائما كانت مكان للتسلل من المناطق الليبية صحيح أن تونس أو أجهزة الأمن التونسية هي فعالة دائما وفي الوسط التونسي نحن مقارنة مع ليبيا هي فعالة وهي تضبط كامل هذه النقاط تبقى دائما صغرتين رئيسيتين على الحدود التونسية صغرة بنغردان ومعبر بنجدير في هذه المنطقة ومنطقة جندوبة من اتجاه المناطق الجزائرية هتان النقطتان كانت دائما صغرة تدخل منها أسلحة ولكن اللافت بشكل سريع اللافت في هذه الأسلحة أسلحة مبدئيا عادية اللافت هو نقطة رئيسية صواريخ مضادة للطائرات سام سبعة السام سبعة هي صواريخ بدائية تطلق على مسافة 2 أو 3 كم فقط مبدئيا هذه الصواريخ لا يمكن أن تطلق على طائرة حربية أو على قاذبة حربية هدفها واضح أنه سوف تستعمل على طائرات مدنية من هنا هذه الخطورة هذا السلاح لا يمكن استعماله إلا على طائرة مدنية قرب مطار أو قرب أماكن انطلاق لهذه الطائرات المدنية لأن الطائرة العسكرية أو قاذفة لا يمكن رميها في هذا الصاروخ الضعيف المدى مع الميدان التونسي نصل إلى ختام الميداني أشكرك جزيلا شكرا لعابد سيادة العميد المتقاعد شارل أبي نادر وقبل ختام الميدانية تذكر بأبرز عنوينها القوات العراقية تقترب من مطار الموصل والحجد الشعبي يحرر عشرات القرى وكاميرا الميدين تواكب عملياته غرب نينوى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تعلن انسحاب قواتها إلى شرق الفرات وفد صنعاء يوقع في مصقة مبادئ الحل الشامل وعبد السلام يؤكد للميدين الاتفاق على وقف إطلاق النار الأمن التونسي يعتقل خلية تكفرية بحوزتها صواريخ ضد الطائرات وفي خططها عمليات اغتيال وتبجيرات وبتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميدين على الإنترنت الميدين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختام شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة